كما تم بوزارة الشؤون الخارجية توقيع اتفاقيتين في المجال الصحي بين وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي وسفير دولة الصين الشعبية بتونس وتقضي الاتفاقية الأولى بمنح الجانب الصيني لتونس تجهيزات طبية متطورة موجهة لمستشفى صفاقس وستمكن من تحسين إمكانيات العمل لدى الأطباء التونسيين أما الاتفاقية الثانية فسيتحول بمقتضاها عدد من الأطباء الصينيين إلى تونس وذلك على امتداد الخمس سنوات القادمة هي تجهيزات هامة جدا وتجهيزات سوف تؤثث لمختلف مصالح وأقسام هذا المستسفى تجهيزات حديثة جدا متطورة وسوف تساهم قطعا بدورها في الرفع من الصحة في تونس ووضع الأطباء التونسيين وزملائهم الصينيين كذلك مرة أخرى في تحاور وتفاعل بين بعضهم البعض في البحوث يطرح البنك المركزي التونسي للتداول ابتداء من اليوم ورقتين نقديتين تونسيتين جديدتين من فئة خمسين دينار ومن فئة خمسة دنانير الأولى تحمل صورة الهادين ويرى أحد أبرز رجال الاقتصادي في تونس وهو الذي أنشأ البنك المركزي التونسي وشغل منصب محافظ البنك ثم منصب الوزير الأول أما الورقة الثانية من فئة خمسة دنانير فتحمل صورة لإصلاح الدين العمامي مهندس فلاحي تونسي من أهم الباحثين في ميدان التهيئة المائية في تونس وسيتم تداول الورقتين النقديتين بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا